من ساعة ما تحشرت إسرائيل في قلب المنطقة ككيان قايم على شرط أساطير ونصوص دينية مزيفة ومتأيف عشان تصنفها حرفيا كدولة فصل عنصري يعني ما بيدروش أصلا أن الفلسفة اللي قايمة عليها الدولة هي إقصاء واستبعاد الآخر منها الآخر اللي مش مفترض يكون الوجود أصلا في دولة بيمثل سكانها شعب الله المختار وبعد سنين طويلة من محاولات الاتنين سواء الصهينة نفسهم أو حكام العرب في تغييب الوعي وغسيل المخ وخلق واقع سياسي وأخلاقي وإنساني مستعد لقبول إسرائيل والتعايش والتطبيع الرسمي والشعبي مع الكيان ده كأمر واقع واللي للأسف مع آلة إفساد الوعي وغياب دور التعليم والثقافة وحتى المؤسسات الدينية وتصاعد كل حاجة سطحية وفرغة ورديئة سرح في الجسم المصري والعربي فيروس الجاهل عند كتير من الناس بتاريخ وحقيقة وأبعاد القضية الفلسطينية وتأثيرها المباشرة على حاضر ومستقبل دول المنطقة وهنا بقى ومن بعد أحداث غزة الأخيرة وتفاعل العالم كله مع تطوراتها من وقت للتاني كده بيظهر سؤال هنحاول نناقش مدى صحته من عدمه السؤال ده هو فين المسيحيين من اللي بيحصل وهل صحيح يعني زي ما الناس بتقول القضية الفلسطينية مش في دماغهم ولا بتشغل بالهم؟ هل الكلام ده صحيح؟ هيا بنا نشوف على مدار خمسين سنة يعني اتسطر في التاريخ يوم 6 أكتوبر 73 كذكرى لنصر الجيش المصري على الكيان الصهيوني الذكرى اللي بنحتفل بيها لغاية دلوقتي بعد إذن السيسي يعني وبصرف النظر عن تحول الانتصار اللي كان ساحق في أيامه الأولى لنص انتصار أو انتصار اللي ربع بعد كم خطأ كارثي من السادات بالإضافة للدعم الأمريكي الغير محدود والسريع جدا اللي حطت للحرب دي هدنة ثم وقف إطلاق دار ثم بعدها سحب السادات لاجتماعات ومعاهدات وصلت بينا لاتفاقية كامب دايفيد اللي اتهمشت فيها القضية الفلسطينية واللي كانت هي أساس كل النوش ده من البداية واللي نكست 67 كانت من أهم نتائجها تسبيت وترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية لكن السابت في الموضوع ده واللي حتى كانت الصحفة العالمية وقتها بتوصفه إن الحرب كانت بين إسرائيل والجيوش العربية وبالمناسبة يعني وبرغم من قرار الحرب مصري والمكان الأساسي للنزاع اللي بدأت منه أول ضربة كان سينا لكن الوصف ده كان حي ويكفي أنك تعرف إن عدد الدول العربية اللي شاركت في حرب اكتوبر كان 12 دولة منهم دول ما اكتفتش إنها تبعت سلاح ولا طائرات ولا مساعدات مالية بس دول زي تونس والمغرب بعت قوات على جمهة سوريا والأردن اللي برضو كانوا بيحربوا معنا ودول زي العراق والكويت والسعودية شاركوا بسلاحة طيران واليمن قفلت مضيق باب المندب على إسرائيل ده غير الضغط بورقة النفط اللي مارسيته السعودية والإمارات لكن اللي نقدر نطلع به من تاريخ الحرب دي إننا نقدر نوصفها إنها آخر طلقة اتضربت على الكيان الصهيوني تحت عنوان رسمي وجيوش نظامية واخدى الأوامر بقرار سياسي حكومي يستسنى منه بس النشاط الفردي لحركات المقاومة في فلسطين كحركات شعبية بتواجه احتلال مسلمين ومسيحيين بالمناسبة يعني ده أولا ثانيا بقى إن الصراع العربي الإسرائيلي في الفترة دي كان صراع قايم على اعتبارات كتير كلها ليها علاقة بعض وما فيش حاجة منها بتضغى على التاني الصراع كان سياسي قومي عروبي الكل اللي كان شايف كدول وحكومات إن احتلال إسرائيل لأراضي عربية في ضرر لمصالح ومستقبل الدول دي طب الصراع ما كانش فيه جزء يتعلق بالدين والعقيدة طبعا لا سيطارة إسرائيل على المسجد الأقصى وأهميته وقدسيته عند المسلمين وبرضو فاكرة سيطارة إسرائيل على المقدسات المسيحية وكنيست القيامة كأرض كانت ماهد للمسيح السيطرة دي ما كانت سراضي عنها لا المسيحي ولا المسلم اللي بيؤمن بكل الديانات والرسل والأنبياء كل ده قبل كامب ديفيد كان حاجة وبعدها بقى حاجة تانية خالص لحظة كامب ديفيد هي اللحظة اللي بعترت أوراق كتير وفتتت وحدة الموقف تجاه القضية الفلسطينية سواء سياسيا أو شعبيا هي سياسيا كانت مزيفة وكانتش حقيقية لكن الوحدة كانت وما زالت شعبية وكانت أول مشاكلها هي مؤطعة أغلب الدول العربية لمصر وبرضو من مشاكلها إنها حيدت موقف أقوى جيش في المنطقة اللي بشكل تلقائي قراره العسكري بيرجع لقرار السياسي اللي الحكومة فيه خلاص ارتبطت بمعاهدة سلام مع كيان محتل واعترفت بين مصر كدولة اهتمت قيادتها بتحقيق مكتسبات خاصة بيها بأرضها وحدودها هي بس وانفصلت بالتدريج عن مسئوليتها السياسية والأمنية تجاه قطاع غزة تحديدا وتجاه فلسطين في العموم لكن تفضل أكبر المشاكل والنتائج الكارثية الكامب ديفيد وخصوصا بعد موت السادات ووصول مبارك للحكم وارجوعوا لعلاقات تانية بعد فترة المقطعة ان فرت التطبيع مع اسرائيل سرحت في المنطقة كلها وانضم مع الوقت لقطر الاعتراف بالصهاينة والتنسيق والتعاون بكل الأشكال معهم كل الأنظمة العربية تقريبا سواء على المكشوف أو من تحت الترابيز واصبحت قضية الاحتلال الاسرائيلي الفلسطين ومقاومته مختزلة حصريا على حركات المقاومة الشعبية الفلسطينية اللي الكل باعهم وباقت القضية في نظر الحكام عبارة عن شعرات وحنجوريات وتنظير لزوم الاستهلاك المحلي وإثبات موقف بالكلام وخلاص الشعرات اللي بتظهر بس مع كل اجتياح أو حدث كبير سواء في اجتماعات الأولى العربية للإدانة والشجب والتنديد أو اتفاقيات السلام في أسلو ولا مدريد وغير أو في جلسات مجلس الأمن والأمم المتحدة وغيرها من اجتماعات الرغية والتوصيات وقرارات الحبر اللي على الورق لطبيض الوسوش وخلاص والصاينة ما احترموش ولا نفزوا منها حرف واحد في الوقت ده كان طبيعي تظهر حركات مقاومة وكان اختيارهم الوحيد والمنطقي في حالة احتلال هو المقاومة المسلحة ضده طبعا وللعلم وبرغم الأقلية العددية لمسيحيين فلسطين بالنسبة للمسلمين المقاومة تاريخيا ما كانتش حكر أبدا على المسلمين لوحده ورموز كتير من رموز المقاومة سواء مجاهدين بالسلاح أو منظرين أو شعر أو كتاب وسياسين منهم كتير مسيحيين يعني على سبيل المثال مؤسس الجابهة الشعبية لتحرير فلسطين كان واحد اسمه جورج حبش وكان مع صديقه وديع حدد واللي أسس الجابهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كان مسيحي برضه اسمه نايف حواتم وشاعر حركة فتح كان اسمه كمال بطرس وكله عارف الدور الدبلوماسي لحنان عشراوي حتى على مستوى رجال الدين والرهبان منهم اللي انضم أو ساعد حركات المقاومة المسلح وأشارهم مطران اسمه هيلاريون كابوتشي وده كان سوري الأصل اتقبض عليه هو بيساعد المقاومة في تهريب أسلح واتحكم علي من الصهينة بالسجن 12 سنة سنة 74 وغيرهم كتير من رموز المقاومة اللي كانوا مسيحيين والحقيقة يعني إن ده العادي والمنطقي وفكرة اختزال القضية الفلسطينية بس في شقها الديني وتحويل الصراع تحت عنوان صراع إسلامي يهودي هي فكرة غلط مش حقيقة وبالمناسبة بتخدم أكتر على الصهينة وأمريكا اللي من مصلحتهم فكرة اختزال الصراع بالشكل ده وده ممكن محتاج له حلقات لوحدها يعني نناقش فيها باستفادة أكتر خطأ اختزال الموضوع في الجانب الديني بس عشان كده وإحنا بنتكلم عن موقف المسيحيين من القضية الفلسطينية ما ينفعش نفصل الكلام عن الحالة السياسية والاجتماعية والثقافية العامة ومناهج التعليم والمؤسسات الثقافية ورسائلها الإعلامية اللي بتبقى نقل حرفي لرسائل ورؤية النظام اللي بيحكم وطبيعة النظام السياسي ده أصلا من ناحية المساحة اللي سيبها لحرية الفكر والرأي والتعبير عن الميول والاتجاهات أو حتى التضامن والتعاطف ده بقى هيرجعنا تاني للخذلان وتجاهل القضية من الأنظمة العربية الخذلان اللي وصل بهم لحد العمالة والخيانة الواضحة ده بقى كم من نتائجه ومن بدايات يعني فترة التمانينات ظهور حركات المقاومة اللي مرجعيتها ومبادئها الأساسية تحت شعارات إسلامية وارتباطها التنظيمي والعقائدي كان بجامعة الإخوان المسلمين زي حركة الجهاد الإسلامي ودراعها العسكري سرايا القدس وحركة حماس بجناحها العسكري كتاب عز الدين القسام كل دي حركات تم إنشاءها بهدف رئيسي معلن وهو مواجهة لاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وبس وعملياتها موجهة ناحية الصهينة ومصالحهم وبس وده في حد ذاته أيا كان اسمه حماس حسام عب سلام هو جهات شرعي وطبيعي وقانوني كمان حسب القانون الدولي اللي بيدي الحق لكل شعب محتل في مقاومة اللي بيحتل الأرض بس وجود الحركات اللي مرجعيتها واختابها إسلامي اصطدم بواقع سياسي مختلف تجاه القضية الفلسطينية وتواجه من أكتر من عدو وخصم برى المنطقة العربية وجواه والآن زي ما قلنا ظهور الحركات دي جي في وقت أغلب الأنظمة العربية فيه زحفة على ركابها في سكة الطبيع مع إسرائيل اللي تمنوا بيبقى فلوس ودعم وضمان لكراسي السلطة ومع زيادة صعود نغمة الإسلاموفوبيا اللي ساهم في ترويجها يمكن أكتر من الغرب هما الأنظمة العربية نفسها وقراميط التنوير والحداثة ورواد العلمانية الصيصة اللي عاملة زي طبق الصلطة كده من كل فيلم أغنية علمانيين ولبراليين وديمقراطيين الصبح وبعد الظهر مؤيدين وقاعدين على حجرة أنظمة عسكرية مستبدلة وبيمسحوا جزم ملوك وأمراء ما يعرفوش حاجة عن المدنية والديمقراطية وكل الكلام ده ومع تصاعد كمان نصات الجامعات الإرهابية باسم الدين بالكتب والتزيف وصعود نجم تنظيمات مسلحة زي القاعدة ومن بعدها داعش اللي لو سألت عائل صغير فروع ابتدائي من يا حبيبي اللي بدع واخترع القاعدة ولا داعش من العدم هيقولك أمريكا يا عم كل دي حاجات كانت مبرر قوي جدا لحكام العرب وكل اللي لابد جوا دايرة مصالحهم من كتاب وإعلاميين وسياسيين بالإضافة لمؤسسات دينية ولأها وطاعتها الكاملة للنظام اللي أكل عيشوا في إيديها لأنهم شغلين عنده كل دول اتفقوا على حاجة واحدة شيطنت أي رؤية سياسية أو اتجاه إسلامي فما بالك بحركات إسلامية مسلحة بقى وطبعا ولأننا مش ملايكة ولأن حركة زي حماس مثلا لما انخرطت في العمل السياسي مؤكد كان لهم أخطاء يعني إحنا بشر والعالم العادل المثالي ده المنزه عن المصالح واللي بيمثل الخير المطلق ده هناك في الآخرة مش على الأرض عشان كل ده كان لازم الآلة الإعلامية والسياسية تشتغل طبعا على شيطانة حماس الإخوانية ولازم تتضرب خلطة الكفتة والإسلاميين كلهم يتحطوا في سكيبة واحدة والزن على الودان بقى من إعلام وقادة فكر وصحافة يبقى يعني متوجه في نشر الفوبيا من أي فكر إسلامي بما فيه فكرة الجهاد ضد المحتل اللي بتمارسه حماس ضد الصهينة وده اللي تأثر بيه كتير من المسلمين أساسا فما بالك بالمسيحيين لما يلاقوا ناس مكتوف في بطاقتهم الديانة مسلم بيخبطوا عليهم في بيوتهم ويكسروا في الفئة الوحيدة اللي بتقاوم إسرائيل في زمن الخيانة والعمالة الصريحة في الوقت اللي اللهجة فيه بتهدى والخطاب بيبقى راقي ومهزب قوي لما تيجي سيرة إسرائيل إسرائيل اللي ما وقفتش لحظة عن القتل والحصار والانتهاكات اليومية للمدنين الفلسطينين اللي هو إرهاب برضه بس اللي بيرتكبوا الإخوة وولاد العام اللي بيننا وبينهم سلام دافل لكن حماس بأك تنظيم وحركة وموجودة على حدودنا الشرقية وهي مصدر بالتأكيد قاول النفوذ الإخوان ماذا سيفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي من وقف إلى جانبهم ومن وقفت الدول انت بتاعتبر حماس وقفت ضداني ده الصمت المجيب الموحي ده خالص طيب هطلع فوق حماس شوية وهسأل عن إسرائيل إحنا بينا وبين إسرائيل معاهدة وبيننا وبين إسرائيل اتفاقية كيف يرى الرئيس عبد الفتاح السيسي حال انتخابك العلاقة مع تل أبيب أنا عايز أقولك إن إحنا مصر دولة عريقة في سياسيتها وفي تاريخها واحترمنا للموثيق والمعاهدات الدولية أمر يعبر أو يعكس عراقة هذه الدولة وأنا جزء من الدولة المصرية بهذا المفهوم أحترم وأقدر كل الموثيق والقوانين والمعاهدات الدولية بما فيه معاهد السلام على إسرائيل عشان كده لما بنيجي نشوف ونسمع الخطاب السياسي تجاه حماس والمقاومة عموما ما نقدرش نفصل الخطاب ده عن السؤال اللي كتير بيسألوه هم فين المسيحيين من اللي بيحصل في غزة وساعات السؤال أصلا بيبع عكسي لما بيظهر دعم أو تضامن من حد مسيحي مع المقاومة فتلاقي حد بيسأله أنت مسيحي طب ما لكم الفلسطيني المقاومة كل ده يراجع للمناخ السياسي والعجين الفكري والثقافي والأخلاقي اللي مسؤول عنه الأنظمة ودلدلها في كل موقع أو منصب سياسي أو إعلامي أو حتى ديني وعشان نناقش الأسئلة دي لازم الأول نفهم أن احنا كمجتمع مش خليط متجانس كده مصبوب كله في قلب واحد وشبه بعضه وما عندناش جهات رصد أو مصطرة سابتة أن يقس بيها اتجاهات وميول الأشخاص وكذلك الوضع بالنسبة للمسيحيين هتلاقي اللي انحيازاته يسارية أو قومية وهتلاقي العلماني والليبرالي لكن الأكيد أن الغالبية العظمة زي الغالبية من باقي الشعب حزب كنبة يعني بالهمش انتماء سياسي ولا حزبي ومستوى الوعي والثقافة عندهم متأثر أساسا بمناخ القمع والتجهيل المتعمد اللي بيدرف وعي وإدركه من سنين فهتلاقي دايما المواقف متقلبة وأغلبها عاطفي أو انفعالي يعني هتلاقي معظم المسيحيين زي أي مصري داعم لفلسطين وحقها في التحرد من الاحتلال عموما وخصوصا بالموروط الشعبي اللي يعني ما بيحبش إسرائيل لأكتر من اعتباره على رأسهم مخزون الكراهي أكون وكيان احتل جزء من وطنهم ومفرقش هو بيقتل بين مسلم ومسيحي والجيش المصري نفسه معروف لكل إن المسيحي كمجند والله ظابط واحد من مكوناته يعني المهم للأسباب دي كلها لو هنتكلم عن الموقف من المقاومة حد ذاتها هنا ممكن نقسم المسيحيين لقسمين يعني قسم نقدر نقول عليه يعني متحرر سيكا من تبعيته للكهنوت الصارم للكنيسة الأرثوذكسية اللي بيمثل أتباعها الأغلبية من مسيحيين مصر وخصوصا في عهد البابا توضرس ومش مرتبط بشكل كامل بتوجيه قيادات الكنيسة لو كمؤسسة روحية من سيطرة على فكر وتوجهات أتباعها اللي بيعتبروا إرشادات وتوصيات وأفكار قيادات الكنيسة هي أمر إلهي كونهم الناس بتوع ربنا اللي طاعتهم من طاعة الرب دول بقى منهمش داعوا بكل ده وموقفهم السياسي وأفكارهم منسلخين فيها عن الكنيسة كمؤسسة تماما الكنيسة بالنسبة لهم مؤسسة روحية ودعوية في المقام الأول القسم الثاني بقى هو الأغلبية يعني هو الناس اللي على الله حكيتها فيما يخص أي شأن سياسي داخلي أو خارجي ولما بتيجي سيرت السياسة جوه الكنيسة بيقولوا أمين وده بنشوفه طبعا في الانتخابات والاستفتاءات أو أي حاجة لها علاقة بمفهوم طاعة الحاكم والتعاون بين قادة الكنيس والنظام اللي بيحكم دول بقى ما تقدرش تقول إن معاناة شعب في الصين مش في دماغهم أو إنهم مش متعاطفين مع أهل غزة بس اللي بيوجه فكرهم أو قرارهم أو طريقة التعبير الآمن بالنسبة لهم عن رأيهم هي تبعيتهم للتنين في واحد نظام وكنيسة فأنت هتلاقي هنا كتير من المسيحيين زي كتير من المسلمين موقعهم من أي قضية اللي بيحدده هو القرار السياسي للنظام اللي بالتالي قيادات الكنيسة بتدعمه وتمشي وراها فيها النظام هيقول يمين وتحية في الصين والمقاومة الكنيسة هتقول نعم وشعب الكنيسة هيقول وراها النظام هيقول شمال والمقاومة الإسلامية في غزة إرهاب وحماس وحشة هيبقى صارحه برضو احنا مع الاتنين اللي عارفين كل حاج واللي شايفين اللي احنا مش شايفينه النظام الوطني وقادة الكنيسة بتعرض بنا وده هيبان جدا في البيانين اللي طلعتهم الكنيسة بعد أحداث طفانه الأقصى الأولاني صايص وضعيف وماسك العصائم النص وبيودين العنف من الطرفين وبيدعو الوقف سفك دماء الأبرياء واللي على مقاسه حاجة يلبسها بقى خلاص وده ليه لأن النظام نفسه وإعلامه يعني اتصدموا زيهم زي إسرائيل بالضبط وما كانش لسه فيه رؤية وموقف واضح من اللي بيحصل البيانة التانية بقى كان أقوى ومركز أكتر على جرائم الاحتلال ضد غزة وبرضو ده حصل لما توضره الساف إن كله رفع راية لبيك يا قدس وكله لفح الكفية الفلسطيني عشان كده ومع أي حدث جلل يعني يخص القضية الفلسطينية بتيجي على بالي الناس كلها المقارنة بين عهد البابا شنودة وعلاقته وبالتالي علاقة المسيحيين بالقضية الفلسطينية وبين موقف البابا الحالي توضرس وده اللي يمكن يعني خلق الفرق الكبير الملحوظ بين زخم وأهمية قضية فلسطين بالنسبة للمسيحيين في مصر أيام البابا شنودة وزخمها ودرجة أهميتها دلوقتي وده هيرجعنا للقلنا في الأول عن طبيعة النظرة الشعبية عموما لقضية فلسطين وقت البابا شنودة وطبيعة الحال دلوقتي في زمن الإسلام وفوبيا من جهة وفرت التطبيع والتنزلات اللي قدمتها كل الأنظمة لإسرائيل وأمريكا وبالتالي باهتت على عقول كتير من الناس فلخبطت كتير من أفكارهم وصد خطبات التدليس وقلب الحقائق ومحاولة فرض أمر واقع جديد متجاهل أصل المشكلة التاريخي والعروبي والسياسي الأصل إننا قدام كيان ما تغيرش ومستعد لو جات للفرصة يبيد من على وش الأرض أدخن حليف له في المنطقة لو قدر يعمل ده مش هتأخر زمن البابا شنودة غير راجل شعبوي محبوب من قطاعات كبيرة من الشعب مسلم ومسيحي له كارزمة وخطاب عروبي الهواء والفرق الجوهري بقى بينه كقائد روحي لعموم المسيحيين وبين توضرس هو الواقع السياسي دلوقتي والواقع السياسي أيام السادات الفرق كان فيه مساحة الحرية اللي بتحدد البصلة والتوجه حتى لو كانت برضو محدودة ودرجة استقلال الكنيسة ولو رمزية يعني أيام شنودة عن الحال مع توضرس زائد عقلية ومستوى واعي الأشخاص اللي كانوا في مواقع قيادة الكنيسة وقتها اللي لو قرنتوا بما بعد 2013 والانحياز الواضح للكنيسة اللي ترجمته ووقفت توضرس مع السيسي قلبا وقالبا في مشهد 3 يوليو وما بعده ده هتلاقي وضع مختلف تماما مع واحد بعقل وفكر ومساحة حرية التصرف والتوجه في حالة البابا شنودة اللي السادات لما كان قافش المجتمع كله وعاوز يسحابه عافية بكل مؤسسات ولسكة التطبيع الموضوع وصل معاه لإجراء محدش عمله يعني في التاريخ الحديث لحكام مصر إنه حبس البابا شنودة زي ما حبس كل اللي إيده طالته من رفض التطبيع أو اللي اعترضوا على كام ديفيد هم في حالة البابا شنودة يعني دلعوها وسموها تحديد إقامة البابا شنودة كمان يعني ودي حلقة مهمة جدا في سلسلة صبغ الصراع بصبغة دينية اللي مش هنخود فيها دلوقتي لأنه ما هو الطويل يعني واللي بيعمله بيسعى لتثبيته هو الغرب وخصوصا أمريكا ومعها إسرائيل أصلا فكان البابا شنودة وبالمناسبة يعني كان معاه أغلب كناس الشارع الأوسط وقتها كانوا ياخدين بالهم وهرشين الليلة والخطة دي عشان اللي يدور في جدور المشكلة والدافع الرئيسي اللي مخلي أمريكا وكتير من دول أوروبا بتدعم إسرائيل من غير سقف هي حركة المسيحية الصهيونية في أمريكا واللي بالمناسبة بايدن دلوقتي من أبرز روادها وهو نفسه ما بيخبيش ده وقال حرفيا في أكتوبر اللي فات أنا صهيوني ومش لازم أكون يهودي عشان أبقى صهيوني المسيحية الصهيونية دي بقى قصة كبيرة ودي العنوان اللي بيستخبه وراء كتير من المتحكمين في المشهد كله سياسة وإعلام ورؤوس أموال وشركات سلاح وبالنسبة لهم اليهود هم شعب الله المختار وفلسطين أرض المعاد اللي ربنا وعدهم بها في التوراة عشان يرجعوا لها بعد التوها والشتات في الأرض عشان كتيرا كناس الشر الأوسط وفي القلب منها البابا شنودة كان وقتها زي حائط صد كتيرا للأفكار دي وكانوا دايما بيفندوها ويشرحوا للناس زفها وتدلسها وتخارفها البابا شنودة قال حرفيا للناس ربنا مش هيسيب المليارات اللي بيعبدوه ويركز بس مع كم مليون احتلوا أرض فلسطين وطبعا الكل عارف موقفه من زيارة الأقباط للمخدسات المسيحية في فلسطين وأعلانها أكتر من مرة مش هندخل كنيسة القيامة إلا ورجلين على رجل المسلمين وهم داخلين المسجد الأقصى وفلسطين متحرر الموقف اللي توادرس نفسه عامل عكسه في زمن السيسي طبعا الموقف المتناقضة دي ما بين عهد شنودة وتوادرس كقيادة لعموم المسيحيين في مصر لو كانت بتعبر عن حاجة فهي بتعبر عن فقدان الكنيسة من بعد عهد السيسي لكتير من استقلالية قرارها بصفتها مؤسسة على رأسها واحد يعني درجة عشقه لسواد عيون السيسي مش مستخبية على حد هو وراء وتحت أمره فيه أي موقف سواء إنساني ولا سياسي وبالتالي ده تلقائيا بينعكس أثاره على كتير من مواقف المسيحيين اللي بيعتبروه لاعتبرات دينية أبوهم الروحي هو في الحقيقة مجرد تابع لموقف وقرار ورؤية النظام أيا كانت خصوصا إنهم مش لقين في القيادات اللي تحت منه إلا صورة بالكربون من طاعته وولاءه وأسلوب تفكيره ورؤيته السياسية اللي السيسي بالنسبة له هو العدسة اللي بيشوف من خلالها كل حاجة في الحياة عشان كده ما نقدرش نيجي قوي على المسيحيين في مصر تحديدا أو نتامهم جزافا كده إن كلهم منفضين للقضية الفلسطينية خصوصا وإن الرسالة الإعلامية والخطاب اللي اتخرم به العقل الجامعي للمصرين كلهم مسلم ومسيحي طول الفترة اللي فاتت هو خطاب شيطانة الإخوان وبالتالي طبعا شيطانة حماس وتحملهم مسؤولية الإرهاب والتهديد لحدود نفسينا في الوقت اللي زي ما قلنا الكل باع القضية الفلسطينية وسبب المقاومة الوحدها تواجه الاحتلال فاللي موجود على الساحة دلوقتي وبيقاوم هو المقاومة الإسلامية فياملوا ايه يعني؟ هيستوردوا مقاومة من بره؟ يجيبوا مقاومة متعددة الجنسيات والديانات فالمقاومة طبعا اتعرضت للتشويه والاتهمات وأغلب العقل الجامعي بسبب الزن على الودان اتملى خوف وقلق منها كون الطيارات الإسلامية هي العدو اللي النظام المصري وأغلب الأنظام العربية صدروه كخطر وجودي بيلعبوا بيه كارت ابتزاز كده لأوروبا خطر أكبر من خطر وجود كيان عنصور استيطاني على حدودنا اسمه إسرائيل والمسيحيين نفسهم شايفين شيخ السلطان جوه وبره مصر وفي السعودية نفسها منبع الوهابية والتشدد في العالم وكتير من اللي بتسمهم مفكرين ومثقفين أو إعلاميين والسياسيين اللي ديانتهم الإسلام ولو حتى على الورق بس كلهم متبنيين خطاب شيطانة المقاومة لدرجة إن كتير منهم مصدرين إسرائيل نفسها كحليف ليهم ضد الشيعة اللي بتمثلهم إيران في المنطقة وبيسمع طول الوقت نماذج رخيصة ومدلسة لدرجة الفجور متبنية خطاب كراهية وتشنج وبتمرر أكاذيب الصينة بالحرف ضد حركة مقاومة احتلال ومتجاهلة عن عمد 75 سنة إجرام وعنصرية وسياسة تطهير عرقي بتمارسها إسرائيل قدام عينيهم اللي الدود نفسه مش هيصطندف يا كلها والله فما تقوليش أصلا مقاومة أنت بالنسبة لي مش مقاومة على فكرة يعني أنا مش معترض بك مقاومة لأن المقاومة دي لازم تكون مقاومة وطنية لازم تكون مقاومة رشيدة لازم تكون مقاومة عاقلة لازم تكون مقاومة عاملة معايير وحسابات أولى لها وأخيرة لها يا شعبها إنما حركات امتحارية زي دي المقاومة اللي فيه وبرعتها ونجاحها على فكرة ما بيهزنيش يعني عشان أفرح بيك أوي وطر بيك لأنه أكمل عمليات إرهابية في منطقة الإتقان والبراعة وإنك أضريت إسرائيل أمنيا وكشفتها أمنيا ده برضو موضوع ميا ما يغيرش وجهة نظري فين دي مش مقاومة دي مقاومة غير عاقلة الخلاصة إن كل اللي قلنا ده كان جزء بسيط كمان من العوامل اللي نخورت في دماغ الشعوب العربية عموما والشعب المصري خصوصا كلنا الكلام ولا الدعاء وصاد المجازر اللي العالم كله شايفها لايف يمكن يكون طوفان الأقصى وصمود أهل غزة والمقاومة يعني يكونوا أول إيجابياتهم إن هم صحصحوا من جديد القضية في أذهان الناس اللي سواء مسلم ولا مسيحي هم مخطفين من أنظمة عميلة مش مديهم فرصة حتى ينزلوا يتظهروا ويعبروا عن نفسهم لكن الحقيقة إن الأزمة كشفت إن الأغلبية الشعبية بتأكد لسه إن كل محاولات الأنظمة للتطبيع والاعتراف بالكيان ده شعبيا فشلت وما إدرش تبايد وش الصهينة في عيون الناس ولسه رغم الغياب المعتاد للأخلاق والضمير والشرف عند الحكام سواء العرب أو الأجانب لسه ضمير الشعوب صاحي وشفنا الملايين في أوروبا وأمريكا بمختلف ميولهم وانتماءاتهم وأديانهم أعلنوا بوضوح موقفهم إمن القضية وهم متضمنين مع مين وبيودين وبيرفضوا ممارسات مين وأخيرا إحنا قدام عدو هو وحلفاء وداعمين بيستمدوا شرعيتهم المزيفة عن طريق الدين برضو ومشروعهم أصلا هو تهويد القدس وهم أكبر المستفدين من أي نعارات دينية أو طائفية ومن تحويل النضال ضدهم وطبيعة الصراع معاهم ومقاومتهم لصراع ديني فلسطين قضية إنسانية في المقام الأول ولو كان للدين وجود فيها وده أكيد طبعا فالأولى بنا كلنا أن يكون مصدر قوته أن المسلم والمسيح العربي يتوحدوا ضد المحتل تحت راية فلسطين والأقوى والأقوى إن كل البشر بكل أديانهم يتوحدوا لنصرة بشر زيهم سواء في فلسطين أو غير فلسطين أما بالنسبة لنا إحنا كعرب فنتمنى ييجي اليوم اللي نتحرر فيه إحنا الأول لأن فلسطين مش هتتحرر إلا إذا اتحررنا إحنا الأول من اللي كابسين على أنفسنا كشعوب لو ده حصل ساعتها محدش هيبقى فاضي ولا يهمه أساسا يسأل السؤال اللي ما كانش بتسأل زمان ولا فتكر إنه جيه على بال واحدة زي شيرين أبو عقلة وهي وقف على خط النار طول حياتها تنقل الحقيقة أنت مسلم ولا مسيحي ونشوفكم على خير إن شاء الله